كشفت تقارير إعلامية مقربة من الهلال السعودي أن مسؤولي هذا النادي اجتمعوا بالدولية الجزائري سلم سليماني بلندن من أجل محاولة إقناعه بتقمص ألوان الفريق الذي يسعى لتدائم صفوفه بمحاجم من المستوى الأول وكان مدرب الهلال الجديد خرخي خسوس قد طالب إدارة فريقه بضم سليماني الذي بصم على أفضل مستوياته لما عمل معنا في سبورتينغ لشبونة